تفقد وزير الإسكان شريف الشربيني محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء عقب تفقده لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين تفقد وزير الإسكان الوضع الحالي للمحطة موجها بسرعة البدء في أعمال تأهيل ورفع كفاءة المحطة من أجل تقديم الخدمة في أفضل صورة لها والحفاظ على أصول المحطة والمتابعة الدورية لتقدم الأعمال بها وسرعة إنهاء أعمال التأهيل ورفع الكفاءة